العالمين حاجة في منتهى الجمال يعني حاجة تخلي اي واحد فينا فخور بان المكان ده موجود على الارض مصر مكان يبين لك قد ايه مصر في مكانة مختلفة ورايحة لتوجه مختلف ورايحة لجمهورية جديدة بسمات وشكل مختلف تماماً عن سنين وعهود سابقة في نقطة بس انت كلمت فيها مهمة جداً بالنسبة لي احنا ستين اواحد وستين في المية من شعبنا شباب اقل من تسعة وشرين سنة حالي ستة وثلاثين في المية اقل من تمنتاشر سنة مع الظروف الاقتصادية اللي حصلت الفترة اللي فاتت مع موضوع العملة مع الكلام ده كله بقى فيه توجه من الشباب المصري مختلف اول حاجة هتلاقي قطاع كبير جداً من الجنزي ومن التين ايجرز بقوا بيلبسوا وبيستهلكوا منتجات مصرية هتلاقي انه حتى الاجيال الاكبر سنة بقوا برضو نفس القصة بيستهلكوا وبيستخدموا منتجات مصرية ده ليه بعدين ليه بعد انه انت بتشجع صناعة بلدك بتوفر عملة صعبة بتوفر فرص عمل وبتقضي على بطالة بتغير التوجه بتاع الناس اللي كان فيه فكرة ان احنا بلد مش منتجة ان انت يبقى عندك صناعة حتى لو صناعات صغيرة انت عندك اقتصادات على مستوى العالم كله كبرت ونامت وبقت من اعظم واهم الاقتصادات في العالم كله بسبب الصناعات الصغيرة والمتوسطة فانت النهاردة دور على صناعات كتيرة جدا ومنتجات كتيرة جدا هتلاقي بتعمل في مصر تعال بقى طبق ده او شوف انعكاس ده على مهرجان العالمين الجديدة هتلاقي فكرة عنوان بناء الانسان المصري ان انت النهاردة وانت بتبص على العالمين هتلاقي العنوان ده متحقق في كذا حاجة متحقق في ان هي مدينة بتستوعب كل طبقات الشعب المصري كل طبقات المجتمع المصري باختلاف خلفياتهم الثقافية والمادية والاجتماعية والتعليمية موجودة هنا هتلاقي انه جزئية المنتجات المصرية هنا في منطقة الشطق وانت شفت الكلام ده وانت بسم الله ما شاء الله يعني ما بتسيبش حتة في العالمين غير لما بتروحها وبتصور فيها وبتشوفها كم المنتجات المصرية اللي موجودة حاجة في منتهى الحلاوة والجمال واللي يبسطك بجد ان هي فعلا منتجات حلوة يعني مش بنتكلم ان احنا بنقول كده عشان هي منتجات مصرية فاحنا متحمسين ليها او ان احنا بنضخم او بنبالغ في الجودة بتاعتها او في كفائتها لا انت اي حد يبص على المنتجات دي معمولة بكواليتي حلو جدا بخامات حلوة جدا تخليك تجيبها ويعني تستعيد بيها عن اي منتج مستورد انت كنت بتستخدمه قبل كده يكفي ان انا اقول لك ان احنا عندنا مركب من المركات مش عايزين اقول اسم عشان باش اعلان بس نفسي ناس تشوف المنتج ده تحديدا لان هو معمول بكواليتي هيلة جدا بس اقول لك ان السنة اللي فاتت هم مصدرين للصين بتقريبا بحوالي مليون دولار فان انت تبقى بتصدر برا المنتج ده تحديدا في الصناعة دي تحديدا اللي هي اصلا محصورة او المركات الكبيرة فيها هي محصورة في دولة واحدة على مستوى العالم فدي نقطة مهمة جدا كمان خلي بالك انت بتغير في السيكولوجي بتاعة قطاع كبير من شعبنا احنا بطبعتنا شعب مش مجازف في حتة البيزنس او البيزنس الخاصة القطاع الخاص يعني مسلا تلاقي حد معاه ارشين يقول لك طبعا حطوهم يعمل في البنك واخد مش هزين نتكلم على يعني يحطوه في البنك وياخد منهم فوائد وخلص وتمام لكن تعال اقول له اعمل مشروع يقول لك لا انا خايف اصلا ما فهمش الجليد جديد مش كده جليد جديد عنده الرغبة والحماسة والحمية والشغف انه يجرب واعمل بزنس وتشوف شباب زي الورد وزي الفل عشرين سنة وعشرين سنة وعملين بزنس اصغير عمال بيكبر وعمال يعلى ويجوده فيه ويحسنه الكواليتي فيه ويستحوزه على جزء وشير من الماركت في القطاعات او في الصناعات اللي هم شغالين فيها اصلا الروح دي وطريقة التفكير دي دي نقطة مهمة جدا 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 ان انت يبقى عندك الشباب تبتدي تشتغل في حتة القطاع الخاص ويبقى عندك صناعات